أنا المزارع معاذ البداونة أنا بديت الزراعة تقريباً بالألفين وثمانية طبعاً لما بدأنا المشروع كانت الزراعة لسه بعدها يعني الأمور فيها يعني فيها ربح وخسارة لكن بالمجمل كان يعني فيه ربح يعني بشكل عام طبعاً بدت المشاكل عندنا تقريباً في عام 2011 لما بدأت الحرب في سوريا وانقطعت طريق البري باتجاه أوروبا من خلال سوريا لأنه كانت أغلب زراعاتنا تعاقدية وفي منتجات كثير تروح باتجاه سوريا وأوروبا ولبنان وأوروبا الشرقية والغربية بعد 2008 بدأت الصعوبات تزداد في القطاع الزراعي وصارت في عندنا مشاكل أكثر لأنه صار الربح أقل واتجه المزارعين بشكل عام كلهم إلى نفس الزراعات اللي هي الزراعات المحلية وصار المزارعين يعتمدوا على الأسواق الخليجية والأسواق الخليجية طبعاً ما بتستوعب كل الإنتاج اللي بينتجوا المزارع الأوردني وخصوصاً كمان أنه المزارعين في الخليج العربي تقريباً عندهم زراعات في أوقات اللي إحنا في منطقة الأغوار ننتج يكون هما كمان عندهم إنتاج بنفس الوقت فبالتالي إحنا ما بننافسهم بهذا الوقت إحنا الخليج ممكن نستفيد منه من شهر ثلاثة وبعد هيك لأن المشاكل زادت بعد 2011 كمان بالإضافة إلى مشكلة سوريا ومشكلة العراق وأغلاق الحدود ووقف الزراعات التصديرية نتيجة وقفة الطريقة البرية من خلال سوريا واللي هي ما إلها بديل لحد الآن فأصبح في عنا تحديات أكبر يعني صار في عنا ازدياد في تكلفة العمالة صار في عنا ازدياد في تكلفة مدخلات الإنتاج من المواد البلاستيكية من البذور من الأسمدة من المبيدات الزراعية وكل هذه رفعت التكلفة على المزارع وبالتالي أصبح الربح شبه معدوم تقريبا عند المزارع من 2011 وصاعدا في 2020 ظهرت عنا مشكلة جديدة واللي هي مشكلة كورونا طبعا مشكلة كورونا ضافت عبئ جديد على المزارع وعلى القطاع الزراعي بشكل عام وأصبحت الأعباء يعني غير قادر المزارع لأنه يتحملها بالإضافة إلى المشاكل الأخرى ما توقفت يعني بالعكس كانت تزداد كمان العمالة ازدادت أكثر التكاليف ازدادت أكثر ومشكلة كورونا يعني وقفت تصدير بأكثر من مرة وكميات المصدرة أصبحت أقل وللأسف يعني الحكومة يعني ما زالت يعني غير مقدرة المشكلة الحقيقية اللي واقع فيها المزارع وصراحة يعني فيه مشكلة بعدم فهم مشكلة القطاع الزراعي إضافة إلى أنه فيه عندنا مشاكل بالنقل فيه عندنا مشاكل في الطاقة فيه عندنا مشاكل في المياه والآن يعني إحنا بالأيام هذه نعاني من مشكلة كبيرة وذكرها وزير الزراعة مشكور ويشكر على صراحته لأنه هذه أول مرة يطرحها وزير بهذه الصراحة وبهذا الوضوح أن المزارع حاليا يعاني من مشكلة كبيرة في التسويق وفيه انخفاض كبير بالأسعار وهذا يعني شيء رح يدمر القطاع الزراعي وإحنا تقريبا يعني معظم المزارعين في الرمق الأخير يعني ما عاد رح يقدر المزارع يتحمل أكثر من هيك المزارع الآن يبيع بأقل من أسعار التكلفة وهذا الشيء يعني لن يسع في القطاع الزراعي ويتوقف العديد من المزارعين عن العمل بالقطاع الزراعي لأنه ما عندهم قدرة أنهم يستمروا أكثر في القطاع الزراعي ترجمة نانسي قنقر